أهلويا الحالويات شو الأخبار كيف الصحة كيف الحال تمنوني عليكم يا رب تكونوا بأحسن الأحوال كيف كون مع رمضان وكيف كون مع الصيام يا رب تقبل منا جميعا ويرزقنا ويرحم أمواتنا ويلا يسعدكن يا رب فيديو اليوم رح أعمل يلي هني معطيقات للبيت بطريقة كتير كتير مرتبة من سلسلة الهدايا يلي أعطيهون الناس غيروا من حياتي بشكل كبير وإلهون أصى كبير 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 في تغييري أنا لحياتي فأول شي أنا جايبها هدول الفيسلز تسمو ده ريد فيسلز معناته أنه الأناين اللي رح أسكب فيهون المونتاج جايبها هون على أسود مات يعني مش لميع زائد على شفاف أنا قلت شفافة رح يكون كتير بسيط وكتير سيمبل أكثر من اللي أنا حابة بس لقيتو إنو إنو شيك وأحسن من الأسود أنا كنت رايحة يعني ما باعجزة رحزتو كتير عم باخد العلب يلي على أسود بس ما بيغونش في الأسود كتير حلوين It's just that لما بتشوفوا قدمكم التعليب بيختلف فأول شي طبعا غسلتو وبعد هيك راش راشتو بكوحول وبعدين مسحتو وبعد هيك رح أرجع نزل فيهون كوحول كتير مهمي هايدي النقطة لحتى نعمل منتج مرتب ويكون مش أنا لابسة غلافز ماشي راح استعمل البيز اسمها كوكو فيغان ريد ديفيوجر بيز هايدي البيز من عند مايكسي من تقريب الخمسة سنين استعملت بيز كانت من عند برونبل باري جربت كذا بيز بيناتنا لقيت إنو هايدي أحسن وحدي كتير مهم إنو نعمل بيز إذا راح تبيعوه بشكل يعني بروفشنل راح استعمل بي بالم هاي دول الزيوت العطرية هني غاليين وكتير مناح وكتير مختلفين وكتير راقيين وكتير بيش إنو ما فيكون تتخيلوا أديه حلوين فالبيز بتاخد بتصور لتقريب الأربعين بالمية من الزيت العطري من غير ما يستغلها شيء أبدا وهيدا بلاس فهيدي البيز بالتحديد يعني كيعمال هيكي أنا سبب من الأسباب اللي بحبها وضليت عم خلط دقيقتين كتير مهم هاي دي الحركة سواء لما بنعمل بروفيومز ولا لما بنعمل بالمز ولا لما بنعمل الشموع ولا لما بنخلط زيوت العطرية مع سولفنت مع موديبات كتير مهم إنو نحركون لحتى الموليكولز يلتحموا مع بعض فخلطون منيح وسكبتون بأول النينة أنا هون رح أعمل أربع عطور مختلفة هني لأربع أشخاص أكي بعدين رح نحكي عن هيدول الأشخاص تاني عطار هو Plum Blossom and Cacao لي عم فرجيكم هي نفس الحركة بنفس الخطوات بس لي عم فرجيكم العطور أربع عطون لأني بدي أحكي عن نقطة كتير مهمة كل زيت العطرية إلو كامباونز معينة ومختلفة ففي زيوت عطرية مثل هاي لونها على صفر يعطيها على أصفر في زيوت عطرية بيكون لون تبعها Very Clear بتيتسمى Water Clear أو Crystal Clear في زيوت بيكون عطي على أورنج هي على حسب تكيبة الزيت العطرية الزيوت العطرية بدها تكون خصوصي لهيدول المنتاجات أنا عم بجيبون بيصلحوا للجسم لشموع لأي شي بس كتير مهم إنكم تاخدوا الزيوت العطرية الملائمة مثل ما شفتو هلا قبل شوى The Orchid and Black Amber اللون تبعه منو يعطي على أورنج شوي Clear يعني سامهاو بالأول بيكون مغباش بس بس بتبلشو تحركو درقي بيصفى وبيصير اللون مش حليبي يعني مش مستحلب وإنما بيدوب في الموديب لأنه هيدا ميني بيكون فيه ألكول بيتسموا موديبات ماشي وهني انهايدرس لأنه ما فيهن ماء سامها وأنا حاولت طلع على الإنكيني تبع هايدي البيز ما كتير بيانت ماء فكمان هون Lotus Blossom and Mandarine Fragrance Oil كمان اللون تبعها Clear يلي عملتو منكم الطاقين يلي عملتو اللي ألوان هون شوي غامقة حطيت هون بالفاسلز يلي هني على أسود بالأناين يلي على أسود شفتو أديه Clear يلي Clear مش ملونة راح نزلها بالفاسل يلي هي الشفافة كل المنتجات كل الخامات من عند ميكسي هايدي مش دعاية أبدا لحتى كمان نتفهم على هايدي النقطة لأنه دفعت أنا مصاقي على كل الخامات التباية لما بيكون في شي جاييني يعني بالPR بقولها عادي جدا كتير مهم أنه ما نمليها للآخر هلا بتباني أنه مش مليانة وشكلها مش منيح هيدا ضروري ليه لأنه راح نستخدم الريد اللي هني هيدول أنا كمان جايبا هون من عند ميكسي هني عندهم تقريب الثلاث أنواع في وحدين على شجرة يا الله أدي حلوين شكله هون بس كمان بتيجي هدي الغطة اللي على بلاستيك اللي عم بستعملوا هلا وطبعا في الكولوري يلي بيكون باقاته كتير حلوين بلغجة على ريدز يا إما بيكونوا على مشجر يا إما عندهم كمان اتنين يلي هني عاديين واحدة اسمها The Raten والتاني اللي أنا استعملتها هون The Black Fiber Diffusion Reads عندهم على لونين يا إما على Sand بتسمى Sand Fiber أو Natural Raten أو على أسود مثل يلي أنا جايبا فضروري تخلوا مطرحوا محل راح يفوت ريدز فيهن إذا ما ليتوا انينا على الآخر راح ينسكب المنتج بس تنسلوا هيدول العوايدات وهيدول ريدز مهمين جدا مش أي عود في كون تنسلوه خلاص راش راش تكو حول مرة تانية ومسحت هون هيدول هني الليبلز اللي راح حط هون عندي من هون لكزا منتجات فتبع البرفاند انتيريور عندي إياهن على جولد وعندي إياهن على سيلفر أنا فكرت حالي إنه جبتهم على روز جولد بس روز جولد كان على منتج غير وللأسف شوي بيعلمي مش لأسف بيعلموا على أصابيع المطرح الشفاف فهيدول هني أنا كنبدي نزلوهن على مكتوب ريد دفيوجر بس قالت إنه بخفى انداريور فيني استعملوهن لهيدول المعطارات وفيني استعملوهن للمعطارات اللي بتتراش راشي إني مثل البرفيوم اللي أعملت الفيديو من كام شهر وهيدول هني أشلتهم بالبانس وحطيتهم لأنه مثل ما قلت لكم حوالين الليبل في مطرح شفافة ضغري بيعلم الأصبع زائد شلت من إيدي الغلافز لأنه وانس بيلزق الليبل بالغلاف ما بينشال خلاص بيلزق فيها مش مثل الأصابيع فهيدول هني that's it again عم فرشيكم كيف عم حطنون شوي شوي لأنه 100% بريفكت بس بالنهاية ديزا هند ميت بروداكت يعني بالآخر بنزلوهن بإيدينا ما عندي مكانات كبيرة مثلا إذا عندكم مشروع وهيكي وبدكن جيبوا مكانات بيكون أحسن كيف بتلزقوا مثلا الليبلز في مكانة مش مكانة بس فيه طول تستعملوه أنهم شوي غالينوا مكلفين وأنا ما ببيع بالنهاية فعب قولت أنا هون فرجيت كيف عم بحط يعني لما بنزل الريدز هني عشرين الناس في هون ينزلوا على حسب 15 عشرة بس بدكن تنزلوا براسكن إنه إذا حطوا بس عشرة ريحة مرة تطلع بشكل قوي كل ما بتنزلوا هدول العوايدات هدول الريدز بيكون الريحة بتطلع شوي stronger وخلاص ما سكت ولا نزلت عشرين حبة فعشرين حبة لكل النينة ولزقتن مع بعض أو داتس هيدا دابل تايب دابل تايب يعني لزقة بال الميلتين وما هيدول هني داتس اباوتت الموعطيقة تبعي التخير شيك تخير شيك كتيغ حبيتون كتيغ حبيتون وكيغر حبيتون لا يمكنك إصدقاء هذه الشركة الزيوت عالطارية تباعها فوقها فوقها فهيدون هني لا تنسوا تشكو لا تشكو بالقناة وهيدا هو القروب تباعي بالفيسبوك تحت بسندو الوصفة رأخليكم رابط لإلو إذا عندكم أي سؤال نضموا للعيلة هناك زائد هيدا الفيديو إجان تذكيك تذكيك يعني إنه من سلسلة فيديوهات الهدايا اللي عم جهزها لهيدون الناس اللي غيروا وعم بيغيروا من حياتي رح يكون نازل أول فيديو يلي هو صناعة شموع فاخرة وفخمة فهيدا الفيديو رقم اتنين في كزا فيديو جايين انطروهن تات سباوت تيارة بيكون عجبكم الفيديو إذا عجبكم ما تنسوا تضغطوا لايك تشتركوا بالقناة بشوفكم فيديو جديد تتكسي بيسلين في القرآن باي باي اشتركوا في القناة